اشتركوا في القناة الله سبحانه وتعالى ان يجازيك خير ما جز رسولا عن امته يا رب العالمين تعالوا بقى نقعد مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم واذننا يا رسول الله ان نجلس بين يديك بيبي انت ام يا رسول الله ونردع نجلس مع حديث هو من اعمدة هذا الدين حديث مهم جدا 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 وقد يمر عليه الناس من غير ما يمعينه النظر فيه هو حديث بصدق وبحق حديث يستطيع انه هو يصنع الاتزان في حياة الانسان الحديث هو عن ابي سعلبة الخشني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكد عن اشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها هذا الحديث حديث حسن اخرجوا الامام الدرقوتني وغيره بهذا اللفظ نرجع لهذا الحديث مرة تانية ونشوف هذه الربعية العجيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بابي هو امي صلى الله عليه وسلم ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها هذا انا اسمي مربع الوعي الديني ايه مربع الوعي الديني ده مربع الوعي الديني بيقول هناك ما يسمى كل المعلوم من الدين بالضرورة البدا اول اول ضلع اول ضلع ده المعلوم من الدين بالضرورة اللي هو إيه؟ إن الله فرض فرائضة فلا تضيعوها يعني هذه الأشياء لا يمكن إن الواحد يعيش بدونها يبقى القلب الديني والحياة الدينية لا تستطيع أن تعيش بغير هذه الفرائض زي إيه الفرائض دي؟ من الفرائض الصلوات الفرائض الأربعة الصلاة ما يقدرش الواحد يعيش من غيرها الزكاة ما يقدرش الواحد يعيش من غيرها الحج ما حدش يقدر يعيش من غيره الصوم دي فرائض بمعنى إن هي أعمدة أسس قواعد بيديبني عليها حياتنا ولما تتأمل الأربعة دولة مع شهادة أن لا إله إلا الله الخمسة الذين تكون منهم معنى الإسلام تحس إنهم صلب الحياة قواعد الحياة أصول الحياة طيب يبقى الفرائض أول ضلع الفرائض تاني ضلع إيه اللي حاصل؟ الحدود إيه الحدود؟ وشوف الحديث زي الآية تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا حدود دي إيه المقصود بيها؟ الحدود دي بيها ما يسمى بمساحة الأمان الديني إن أنت طالما لم تتعدى الحدود فأنت لم تذهب إلى مساحة الخطر الديني زي إيه؟ زي إن الواحد يعيش في الحدود فلا يفعل الأفعال التي فيها شبهات فلا يفعل الأفعال التي فيها تعدي على الأشياء التي لا يجوز التجاوز زي إيه؟ لا يجوز الإنسان يتجاوز القيم فالحدود الأخلاقية حدود زي الأمانة زي إن الواحد يكون صادق فربنا حطنا حدود ويها حدود القيم يبقى فيه معاني وفيه حدود الحدود دي كلها حدود قيمية أنا في قراءتي وفي فهمي هي ليست حدود أحكام فقط بل حدود قيم يبقى فيه معلوم من الدين بالضرورة وأصول لهذا الدين زي الأصول التلاتة اللي جيبيه ومسيدنا جبريل العبادة والعمران والتسكية دي فرائد دي فرض علي أن أعبد الله فرض علي أن أعمر الحياة فرض علي أن أزكي نفسي طيب والحدود هذا الأمر بيحكمني فيه منظومة من القيم منظومة من القيم بتحكمني ما ينفعش أتجاوز هذه القيم ما ينفعش وأنا ببيع ما كونش أمين زي رسول الله لما حطوا إيده كده في الطمر فإيه؟ فوجد أن الطمر مبلول للطمر اللي تحت آه هنا حدود اللي بقى الأمانة إن عرضنا الأمانة آه يبقى الأمانة يبقى الأمانة حاجة من غشنا فليس مننا آه هو حدوده الأمانة حد يبقى إذا الإنسان غش خرج عن هذه الحدود يبقى أول حاجة الفرائد دي أصوله قواعد ثم القيم دي حدود بتحد حياة الإنسان وزيك القيم كوابح تكبح الإنسان من التعدي على مراد الرحمن تحاول تفارم للإنسان يبقى القيم دي بتعمل إيه؟ تفارم للإنسان طيب إيه تاني؟ الإنسان برا هذه الحدود في حرام بيزغل لعين الإنسان فالحرام ده لا أتجاوز الحدود فأقع في الحرام فيبقى الضلع التالت هو إيه؟ الامتناع عن الحرمة يبقى عندنا هو العمل بالفرائد عدم تعد الحدود الامتناع عن الحرام فلا تنتهكوها حاجة التالتة بقى المساحة التالتة هي مساحة السعة مساحة المسكوت عنه مساحة الرحمة اللي قدامي ده في غاية التوازن تجعل الإنسان في غاية التوازن ليه تجعل الإنسان في غاية التوازن؟ لأن الإنسان لما يعيش في هذا المربع يعيش في إيه؟ يعيش في مساحات كل حياته موجودة في مساحة من المساحات دي فهو إما إما بيتعامل مع فرد أو بيتعامل مع حد من حدود الله أو بيتعامل مع حرام أو بيتعامل مع مساحة كبيرة اسمها مساحة المسكوت عنه اللي هي أشياء ربنا سكت عنها ليس عن الإنسان ولكن رحمة بنا والمساحة دي مساحة المسكوت عنها هي مساحة المباح الواسعة ده اللي ربنا سكت عنها عشان نقدر تستمر الحياة مساحة المسكوت عنه دي محتاجين نتكلم عنها مساحة المسكوت عنه في الشريعة هي مساحة ليست مساحة مهملة ولكن مساحة السكوت عنها مقصود الحديث بيقول لنا كده وسكت عن أشياء رحمة بكم رحمة لكم غير النسيان يبقى المساحة المسكوت عنه ده مساحة ملها مساحة ليست مهملة وليست منسية ولكنها مساحة ليه مساحة وسع لأن الرحمة تأتي من الوسع ربنا موسع علينا موسع علينا إيه موسع علينا عشان كده عشان نعرف الوسع ده ممكن نفهم حديث رسول الله أسأل إن حضرت النبي قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم يعني ما ماتي خير لكم مماتي خير لكم إن أنا سأظل نبيا وسأظل ماذا رسولا بيابي أنت أمي يا رسول الله فلما أظل النبي أن أظل رسولا ستظل رحمتي يعني إيه ستظل رحمتي أقول لك حاجة مهمة عشان بعض الناس قد لا يفهموا فكرة إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل ما بقاش في تكليف لا حضرت النبي لما انتقل ما زال رحمة للعالمين يعني ما زال رحمة للعالمين هو ما زال حضرت النبي حضرت النبي ما زاله رسول صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى حياة برزخية لكنه ما زال رسولا وما زال رحمة للعالمين وما زال نونه موجود في الكونين ولذلك ما بين بيتي ومنبري بين قبري ومنبري روضة من رياض الجن يعني ايه انواري حاصلة انواري موجودة واني انتقلت انا الى الحياة ببرزخية طب ده معناه ايه ان حضرة النبي ما زال رحمة فما حدش يجي يتعدى ويقول ان اللي سكت عنه حضرة النبي ده انا هفسره على مراد لا حضرة النبي سكت عن اشياء ايه اللي حاصل للسعة للرحمة وعشان كده كان احد العلماء لما جيه يصنف كتاب كان عيسام كتاب وكتاب الخلاف قال له لا سميه كتاب الايه السعة فالرحمة فالسكوت هنا عشان الرحمة ليه لان لو كل شيء تم الحديث عنها اول شيء احنا مساحة الوسعة عتقل ليه مساحة الوسعة عتقل لان كل حاجة هيبقى ملتزم انا بما امر به الله وربنا سبحانه وتعالى عايز يقول لي هذه مساحة اباحة مساحة وسعة مساحة سعة مساحة ان ربنا اكرمك مش حضرة النبي انما انا رحمة مهدى فربنا جعل الجزء من السكوت ده هدية من الله للمؤمنين تاني كده يبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا رحمة مهدى رحمة مهدى يعني رحمة هدية وين حضرة النبي يقول وسكت عن اشياء رحمة لكم غير النسيان يبقى الاشياء المسكوتة عنها دي ايه هدية من الله فنقبل هدية الله فدي هدية من الله بعض الاحاديث تأتي ان هذه المساحة هدية من الله هدية ليه عشان ندخل من الهدية الى الهداية ندخل من الرحمة لشكر الرحيم سبحانه وتعالى فزي ايه مسكوت عنه الكاميرات الحالة البرامج الكل ده مسكوت عنه ليه لانه ادوات فسكوت عنه ليه عشان نستعمل ده فيما احل الله ونستعمل ده في مراض الله فلما ربنا وسع علينا خلع قلنا مش حسة بان هي مقيدة قد ما هي حسة بان هي ممدودة من الله يبقى السكوت هنا سكوت امداد يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما سكت عن هذه الاشياء هو ايه امدنا بان ترك لنا هذه المساحة الواسعة فهذا محل مدد من الله محل عون محل فضل من الله هدية من الله تبقى الهدية من الله دي ليه بقى عشان نعيشوا احنا امينين ولذلك حضرت النبي يقول فلا تبحثوا عنها الاشياء المسكوت عنها دي ما تبحثوش عنها ليه لو بحثتم عنها انتوا تفعلوا عكس مراض الله ولذلك اخوانا بتعطي التداين للكم بقى في الاشياء المسكوت عنها يقولوا ايه ما لم يفعله النبي يعني الاشياء المتروكة دي ما لها ما لم يفعله النبي فهو بيدعي عن حرام يبقى ربنا يسكت وحضرت النبي يسكت يسكت ليه وسكت عن اشياء ليه رحمة لكم مش نسيان يبقى انت لما تيجي تفهم ده تفهم انه هو الله سبحانه وتعالى اراد ان يوسع علينا هذا الحديث من جلاله العلماء بيجعلوه اصل من اصول الدين العظيمة وهو من جوامع كلم صلى الله عليه وسلم لانه عمل ايه عمل مربع الاتزان وعمل مربع الوعي الديني ان انا ما ينفعش اخلط ما بين حكتين ما ينفعش اخلط ما بين الفرائد والحدود هل في حد خلط ما بين الفرائد والحدود يا ما ناس خلطوا ما بين الفرائد والحدود فخلطوا ما بين القيم وما بين الاحكام وانتقلوا من ان الاحكام دي لما واحد يفرط في حكم يبقى فرط في قيمة فرط في الدين ومع انه ايه اللي حاصل احنا امرنا ان احنا ما نتعداش تلك الحدود لان عازق هذا الكلام لابد ان هو يوصلنا لده يبقى اذا الله سبحانه وتعالى لما كلمنا عن حدوده قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون يبقى والذين التزمون بحدود الله هؤلاء هم الذين عاشوا بالانصاف وعاشوا بالعدل يبقى اللي بتعدى الحدود هو الظالم يبقى الحدود جاية هنا عشان تقر فينا القيم وعشان كده وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه فتعدى الحدود ربنا جعلها جزء من ظلم النفس وكمان ظلم للاخرين وعشان كده ما ينفعش ان الانسان يعمل ايه يتعدى الحدود دي يبقى شوف الكلام يبقى احنا نفهم كده ان اركان الوعي الديني اربعة ايه اركان الوعي الديني عايش اصول في الفرائد ويه اللي حاصل والتزام بالحدود ويه تالت وامتناع عن الحرام ويه ورضا بالمسكوت يعني اه رضا يعني ايه اتنعم بفضل الله واقبل هدية الله واعيش في فضل الله وفي كرم الله وعشان كده لازم نفهم ان اعظم المسلمين جرما ايه اللي حاصل من سأل عن مسألة من سأل عن مسألة من سئل عن مسألة لم تحرم فحرمت من اجل مسألة يعني ايه اللي حاصل ان من اعظم الناس جرما من سأل عن شيء ايه اللي حاصل لم يحرم فحرم لأجل مسألة يعني كان هو سبب التحريم فيها يعني راح سأل عن حاجة من قبيل التنطع وما اكثر الذين يتنطعون في حياتنا وعشان كده احنا لابد ان احنا نعرف ان المسكوت عنه ده بيأسس في الانسان ان هو ينتبه الى حاجة مهمة جدا ان من حسن اسلام المر تركه ملا يعنيه فيه اشياء لن نسأل عنها مش هنسأل عنها ولكن نعيش فيها في نعمة الله لكن افضل اسأل 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 لغاية ما اوصل اللي هي ان هي حرام وهو ده اللي بتعمله بيعمله التدائن والتنظيمات المتطرفة ان انا افضل اسأل لغاية ما اوصل ان ده حرام وهو كان في اصلي حلانا يفضل يسألك 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 لغاية ما يوصل لمسألة ايه ما هو ممكن ده يؤدي الى كذا يقولك اهو يبقى نسد الزريع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا على خلاف مراضي الله لان انت كده بترد هدية الله علي وبترد نعمة ربنا ولذلك لابد ان انت تفهم ان في جرم اسمه جرم ايه التتبع والسؤال للوصول لتحريم ما احلى الله ان انت تفضل تسأل 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 لغاية ما اهو هو دات اللي موجود في حديث الرسول اللي سلم انما اهلك الذين كانوا قبلكم كسرة سؤالهم يعني ايه كسرة سؤالهم الذي به حرم عليهم اشياء لم تحرم فخالفوها فوقعوا في الحرام فهلكوا ولذلك ايه اللي حاصل لابد ان احنا ننتبه الى هذا الوعي بالمربع ده مربع ماذا الاخذ باصول الدين وماذا والتزام حدود الله والامتناع عما حرم الله وقبول هدية الله سبحانه وتعالى يبا احنا نعمل ايه بقى يبا بدل ما احنا ننشغل باسئلة ليست من واجباتنا وليست مما ننشغل به لانه من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعني ننشغل بما يعنينا ايه اللي يعنينا بقى يعنينا ان نحسنا وان نجمل الحياة بمراد الله كل واحد فينا بيتقن شيء يعيشه مع الله سبحانه وتعالى يعيش خمس حاجات في اللي بيتقنه ده يعيش انه مدد من الله يعيش انه هو هدية من الله يعيش انه هو مستمر عطاء مستمر من الله يعيش انه الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه بيها ده باب من ابواب الاقبال على الله والقرب من الله خامس حاجة انه يعيش ان الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله يتقنها ده نوع من انواع جذب الله جذب الله سبحانه وتعالى له لما يعيش بالخمسة دولة يعيش مع الله وقلبه يتنور ويتلذز بما يعنيه ويطلق ما لا يعنيه احنا عندنا الابحاث بتقول لنا ان احنا بنعيش 96% في حياة الناس بنعيش في حياتنا احنا بس 4% خلينا ننشغل بما يعنينا وبما اقامنا الله فيه ونترك ما لا يعنينا لكي نعيش في معية الله ونعيش في حضرة الله ونعيش في كرم الله اللهم اكرمنا لنكون من اهل الرشاد ومن اهل الوعي ومن اهل اقبالي عليك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا سادة بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم ونقرأ اسئلتكم ونتدبر فيها ونتأمل فيها ونجيب عليها اسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره نقرأها ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها اسئلتكم مباركة وتظل جسرا للبقاء في حضرة مولانا سبحانه تعالى في مجالس العلم في الرياض الجنة ونذكر ان شاء الله بهذه المجالس عند الله سبحانه تعالى في الملأة الاعلى وتعالوا نشوف السؤال اللي وصلنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره وبيقول عندي مشاكل اسرية كتير وعدم قبول وتفاهم مع زوجي ايه الحل السؤال على قد ما هو صغير كده وعام ومطلق كده لكن هو سؤال مهم جدا سؤال بيلخص حالة في كتير من بيوتنا بيقول ان احنا عندنا مشاكل ومشاكل متعددة ومشاكل كتيرة وهذه المشاكل بيحس بيها بتحس بيها بعض الزوجات بان هي عندها حالة من حالة عدم القبول وكمان بتحس ان هي عنوان من عنوان عدم التفاهم وهنا بقى بيجي السؤال هو مين قبل يمين يعني هي المشاكل جت بعد عدم التفاهم وعدم القبول ولا عدم القبول جيه بعد وعدم التفاهم جيه بسبب المشاكل لو الناس لو الزوجين عايزين يهربوا من مسئولية المشاكل بيعملوا ايه بقى بيقولوا ان انا والله اللي حصل ان انا ما بقى حس بعدم القبول وعدم التفاهم بسبب كتر المشاكل فيعتبروا ان المشاكل دي بتحصل وهم ما لهمش زم هم قاعدين والمشاكل بتيجي عليهم فالمشاكل هم ما لهمش زم فالمشاكل هي السبب لكن هم ما عندهمش مشكلة خالص فيما يتعلق بالما ان هم عايزين يتفاهم لما بندق في ده انا اقول لحضرتك حاجة هل فكرت في الطريقة اللي انا بقولها لك دي قبل كده لان رسول الله قال لنا وخاصة في البيوت لا يؤمنوا احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسي حضرتك قلت ان انت عندك عدم تقبل وعدم تفاهم هل فكرت في يوم الايام ان عدم التقبل اللي حضرتك بتعاني منه حضرتك بتمارسيه مع زوجك يعني انت كمان بتمارسيه عدم التقبل اضربلك مثال عشان ما تستغربيش اول يعني هو انت حاسة ان هو ما بيقبلش افكارك ودايما ينتقدك ودايما شايفك مش مسؤولة او دايما شايفك مش بتقوم بواجباتك ودايما شايفك ان عندك نقص ودايما حاسة بانه اما مش قابل منظرك ولا قابل تفكيرك ولا قابل تصرفاتك امينت بالله وكمان ما بتعرفش تتكلم معاه هل حضرتك وانا على فكرة مش جاي هنا عشان عشان احل المشكلة اديك لكن انا فحل انا عايز احل المشكلة بوعي بصدق مع انفسي وليس معنا ذلك ان انا بقول ان زوج حضرتك وهو بيسيب المشاكل تتفاقم كده لغاية ما توصل لنفسياتك انت تحس بانك انت غير مقبولة ده ما اظنش ان انا اصدق لكن انا اصدق ان الواحد بل الانسان على نفسي بصيرا ان احنا يكون عندنا وعي فبول حضرتك مثلا هل وحضرتك هو بيمارس معاك الانتقاد انت كمان بتمارس معاك الانتقاد فمش شايفها صورة الزوج اللي انت حباها مش ان انت شفت ان ده زوجك وانت عتحاول تسعديه على ان هو يبقى احسن ويقبل على الله ويبقى صعب صعب فضل وصعب كرم وصعب نور وصعب اخلاق وقيم ما ممكن ما تكونيش عملت كده ممكن تكوني انت لما شفتيه مش بيحققلك توقعاتك في الجواز انت ابتدتي تبدي امتعادك وتبدي عدم رضاكي من شخصيته طبعا انا عارف ان انت هتقولي لي انا ما عملتش كده في السنين الجواز بس ده حصل بعد كده لما حسيت بان هو ما بيتغيرش بس هو السؤال هو كان هيتغير لما يحس ان انت بتحبيه واحنينا عليه ولا هو هيتغير فانت تبقي احنينا عليه الاصل ان الواحد يحس ان في حد بيحب طب انا بقولك حضرتك كده ليه لان انا دايما وانا بسمع الكلام ده بيتردد في اوزني حاجة عجيبة جدا وصفة ربانية للخروج من كل اللي بنحصل لنا ده ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليل حميم دايما ممكن حد ييجي يقول والله يا مشايخ انتوا دايما بتيجوا في صف الراجل وبتعملوا كذا عشان تحافظوا على البيت مش مهم نفسية الزوجة ايه اللي بيحصل لها لا 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 انا بكلم بصدق انا بكلمكم عن نفسي انا طول الوقت برجع نفسي هو مين قال ان انا وجهة نظري كانت الصحيحة مين قال ان انا لما حطيت نفسي معيار للعلاقة بينه وبين اي حد ان كان دا تصرف صحيح مين قال ان انا قادر ان انا اعرف الصواب من في كل لحظة وفي كل موقف طب انت عايز تقول ايه هل جربت ان انت تسألي نفسك ان انت عندك تقبل لزوجك ولا هل حاولت تسألي نفسك ان انت بتحاول تحاولي زوجك بالطريقة اللي هو ممكن يفهم بيا او اللي يحبه ولا لازم نفرق ما بين حكتين انا وبتحاول او انا بتواصل مع اي حد لو انا بتواصل انا قصدي حاجة واحدة بس ان انا احس بالامان مش ان انا احس بالوسع اللي قدامي لازم يمل طريقتي ولازم في لحظة من اللحظات يحس ان حواري دا وتعبق عليه بقول كده ليه لان في اوقات كتيرة ما بنبقاش دريانين وعشان كده بلل الانسان على نفسه بصيرة شيء مهم ان الانسان يبص جوه شوي فنصحتي بما ان حضرتك كلمتيني كلام عام عن المشاكل نصحتي لحضرتك ان احنا نعمل ثلاث حاجات اول حاجة نروح ليه خبير في الارشاد الزواجي لازم نروح الارشاد الزواجي لان واضح ان تراكمات محتاج بس ان الواحد يخلينا نشوف او نشوف حياتنا من منظور تاني وده هو اللي بيعمله وده هو تمصدق قوله صلى الله عليه وسلم انما شفاء العي السؤال يعني اللي عنده ما عندهش قدرة طعم العلاقة مرر في حلقه عينيه ما بقيتش قادر تشوف الحلاوة ولا قادر تشوف المواد دا والرحمة بينهم يبقى محتاجين حد يقدر يورينا المواد دا والرحمة ويقدر يورينا الحلاوة اللي بلسه موجودة في العلاقة واحنا مش قادرين ان ندقها دي اول حاجة تاني حاجة لازم حضرك تعيدي تقييم ادائك الزواجي ايه وبصدق من غير ما تكتبي على نفسك هل انت كنت مساعدة لزوجك ان هو يحس بعدم القبول فيعمل عدم قبول دفاع انتقامي انا سميه انتقامي يعني انا بقول ان دا حرام مش بقول ان هو بيعمله دا حلال بما انك انت اللي مكلميني مش هو لان فيه ناس كتيرة تنخدع لما حد ييجي كلمها في المشاكل الزواجية بعد ان اللي بيكلمه دا وت اللي بيكلمه يفضل يتكلم في الطرف التاني ويتكلم فيه لا ما انت طلب مني النصيحة فانا هكلمك في النصيحة تعمل ايه عيدي تقييم ادائك الزواجي يعني ايه لغاية ما تروحوا للعشاد الزواجي يعني ايه تعيدي تقييم ادائك الزواجي يعني ببساطة وبيسر وبسهولة تروحي حضرتك تشوفي نفسك هل انت كثيرة الانتقاد؟ هل انت كثيرة الشكوى؟ هل انت كثيرة الاحساس باللوم؟ هل انت كثيرة الاحساس باني مفيش فايدة؟ هل فيه نسبة كآبة ولا لا هل أنت بتخزين وتركم الأشياء على بعضها ولا لا شوية حاجات كده شوية تفاصيل عتقيم بيها هدائك مع زوجك وساعتها هتعرفي إيه السبب من عدم التفاهم العمر التاني فيه أوقات كتيرة الناس فهمين إن إحنا إحنا قادرين نتحاور فطريا لا إحنا محتاجين نتدرب فقد تكون محتاجة تتدربي على إنك إنت إزاي تعملي تواصل جيد وإيجابي مع زوجك لأن التواصل مع الأزواج التواصل مع رجالة ده مهارة لازم تتعلمها الستات زي ما التواصل مع الستات مهارة لازم يتعلمها الرجالة لأن الرجالة بيتكلموا بطريقة والستات بيتكلموا بطريقة الحاجة التالتة لو سمحتي مع كسرة المشاكل حاولي لو فيه مشاكل دلوقتي حاولي تبدري بحلها وما تعتبريش إن الحل المشاكل ما ينفعش غلا ما حل المشاكل كلها لا المشكلة الحالة دلوقتي يحليها يبقى ثلاث حاجات قلت لها لحضرتك هنروح للإشارة الزواجي عتعيدي تقييم أدائك الزواجي خاصة في التواصل ونتدرب بقى على التواصل مع الرجالة الحاجة الثالثة إن المشكلة الحالية نحلها ما نسيبش المشكلة الحالية تتراكم على المشكلات القديمة ده نصحت لحضرتك وعساء إن شاء الله تكون نصيحة توفر عليك مجود كبير جدا جدا وتساعدك على إنك أنت توصلي لحالة من حالات التوافق والسعادة مع زوجك وتابع الحلقات بتاع التوافق والسعادة مهمة أول حلقات التوافق والسعادة دي لإن فيها حاجات كتيرة بتخلينا نقدر نقيم سلوكنا الزواجي وإزاي نقدر نعدله السؤال اللي بعد كده بيقول أخو يا متزوج ولكن أوقات كتير بيتعصب وبيتخانق وسب وشتيمة وبيحلف بالطلاق على زوجته وبعض ما بيهدى بيقول أنا مش عارفت على الصبت دي ولا فاكر قلت إيه حلفان الطلاق ده ويع ولا إيه ده ويع ولا إيه الحل والله ما عرف إن إيه والله ما تعرف يعني ما عرفش إذا كان ويع ولا لأ طب ليه ما تعرفش إذا كان ويع ولا لأ إن أنا عشان أعرف إن هو ويع ولا لأ لازم أعمل إيه لازم أسأله هو لازم هو أتكلم معاه وأتحقق منه من معلومات وفي كل طلقة أو في كل لفظ دي علاقة بالطلاق أنا لازم أتحقق منه في كل لفظ المتعق ما أنا قلتلك أقول إن هو بيحلف بالطلاق ما أنا مش أقدر أقولك كده من كده بالجملة إن أي حد بيبقى متعصف وبيتكلم وهو متعصف بيبقى الترابط أو مش هيوعه لأ لازم إيه نشوف الكلام دوت ونتحقق منه عشان نقدر نفت في الطلاق وما ينفعش نفت في الطلاق غير لصاحب الطلاق نفسها ولازم نتحقق منه دي نصيحة لكل للناس اللي بتشتغل في الطلاق لا تفتي في الطلاق لغير يصاحب اللفظ لازم تفتي في مسألة الطلاق لمن يملكه لعبارة الطلاق ولفظ الطلاق نعم السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم يا شيخ جوزي كل شوية يشك فيي ويحلفني بالله أني أنا مش بخونه وأنا تعبت من الشك ده ويعلم ربنا أني بخاف الله وبعيدة كل البعد عن أي شيء يغضب ربنا طب أنا عايز أقولك حاجة مهمة في السياق اللي احنا فيه ده إذا كل حضرتك الشك ده وطبعا فيه شوية أسئلة الشك ده كان من الأول الزواج ولا بدأ وأصبح شيء جديد بعد ما حصل حدثة عند زوجك أو حصل شيء عند زوجك أو حصل موقف عند زوجك لو كان شيء قديم وبيزيد لو كان شيء قديم وبيزيد وإذا كان شيء قديم وزوج حضرتك بيستخدم الحاجات دي وبيقولها قدام الأولاد أو بيقولها قدام الأهل فأصبحت بالنسبة لك حاجة مزعجة جداً إن هو يتكلم فيه أخلاقك وتكلم فيه عرضك وتكلم فيه سلوكك يبقى بالمسألة دي محتاجة شوية وقفة إن أنت توقفي معاه بس خلينا أقولك إن معكوني بقولك توقفي معاه وتعود وتتكلم معاه إن احتمال كبير جداً جداً يكون ده عبارة عن عرض للطراب نفسي عرض للطراب نفسي يتعلق بمسألة الأسواس وإن هو دلوقتي عنده حالة من حالات الشك المفرط والشك المفرط ده بيحصل كتير جداً 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 مع كثير من الأمراض النفسية وكثير من الاضطرابات النفسية بيكون فيها جزء كبير منه الشك في شريك الحياة سواء من الرجل أو من المرأة بس هو بيبقى من الرجل ساعات كتيرة أكتر فاللي أنا عايز أقوله لك لغاية ما يرضى أنه هو يروح لطبيب نفسي أو مساعد نفسي أياً كان فأنا بقولك إن أنت احتبر إن الكلام اللي بيتقال ده مالووش دعوة بيك الكلام ده على حد تاني مش عليكي أنت لأن أنت لو تعاملت مع الكلام ده على أنه كلام لكي أنت وإن هو شايفك واحدة مش مستقيمة أنت مش هتقدري تتعامل مع الأجزاء الأخرى من شخصيته الحسنة يعني مش هتقدري تتعامل معه إن هو راجل وبيحافظ على بيته وما يخليش مش هتقدري لكن لو اعتبرت إن الكلام ده مش ليكي على إن إحنا بنزق وبنحاول نوصل للطبيب عشان نقدر ناخد لأن في أوقات كتير هو بيبقى محتاج محتاج بعض الجروعات عشان تقلل عنده طريقة التفكير دي لأن الفكرة بتفضل تلف في دماغه وتلف في دماغه وتلف في دماغه وبتزداد وبتنتشر ويجيب أمارات لا هي أمارات ولا أي حاجة يقولك أنت أصلا أنت ومشي في الشرع كنت بتبتسم شوفي بقى كنت بتبتسم المين وانت كنت عملت كذا كذا وحطيتي كذا 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 وانت كان أصدق أن أنت توصل الرسالة لفلان الكلام ده كله مؤزئة لكن شوفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما جه وقالوا له يا رسول الله إن هؤلاء الناس يسبونك فقال صلى الله عليه وسلم إنهم يدعون مذمما ولست مذمما ولكني محمد فزوج حضرتك بسبب لو أن الأمر بقى مبالغ فيه ووصل إلى حد أن أنت مش قادرة تعيشي بسبب الشك وبسبب الكلام اللي هو بيعمله ده من السب والعهانة وما إلى ذلك فاعتبر هذا الكلام ليس لك ولا عنك يعني هذا الكلام ليس لك ولا عنك ولكن هذا الكلام المراد منه إنه هو يهدي الشك اللي هو جاي من الاضطراب اللي إحنا لازم نعرف إيه سببه وعشان كده أنت لازم تكوني وعيا إن الكلام ده ما يخصكيش أنت الكلام ده وتجاي من هذا الاضطراب اللي في نفس زوج حضرتك وهذا الاضطراب اللي في نفس زوج حضرتك ده علاجه من جهة حضرتك إن أنت لا تلتفتي إليه لأن بالمناسبة كل ما بتلتفتي إليه وكل ما بتقف إصاده لما هو بيشك فيك ولا هو بيكلمك بمقتضى هذا الكلام اللي فيه شك هو بياخد الكلام ويعيد تفسيره مرة تانية وفي الغالب بيفسره على إنك أنت فعلا تستحق الشك ده وإن كلامك ده بيأكد شكه يبقى الحاصل إنه هو لما ييجي يتكلم بالكلام اللي فيه شك ده ولا كإنك سمعت أي حاجة طب يا مولانا هو ينفع كده أيها طبعا لإن في الحقيقة السب ده لا يضر إلا صاحبه طب ومن بالك إذا كان السب ده جاي من التراب نفسي مش جاي من حقيقة فأنت عشان تفضلي محتفظة بنفسيتك لإن الحياة دي بتعدي وبتأذي لو كان هو فعلا عنده هذا الاتراب يبقى الحل هو إيه إن انت لا تلتفتي إلى ده زي ما قلت لك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم يدعون مذمما ولست بمذمم ولكن محمد وزي ما أرد حتى في الشعر بيقول ولقد أمروا على السفيه يسبني فأمروا ثم أقولوا لا يعنيني فالكلام ده مش لي أصل هو لما يشوفك كده الحالة دي هي الحالة اللي تحسسه بإنك أنت فعلا ما يسنقش عليك الكلام اللي هو بيشك فيك بيه ليه؟ لإنك سبته ولا الكلام ده هزك ولا الكلام ده يعنيكي بس أنت بتقولي أنا لو ما بينتش ده وما دفعتش عن نفسي وكذا أنا بثبت التهمة عليها لا أنت ده اضطراب وانت مش ملتفتة إليه يبقى أنا نصحت حضرتك بنصحتين نروح لطبيب لا تلتفتي إلى هذا الكلام والنصيحة الثالثة أنك تحاولي بقدر الإمكان وبشتى الصور أنك أنت تعملي مساحة بينك وبينه مساحة يعني إيه؟ ما تجيش تتكلمي بالكلام اللي هو ممكن يتكلم بالكلام اللي بيقوله ده قدام الأولاد أو قدام الأهل لا نغلي دايماً الكلام فيه مساحة كده عشان ما تسمعيش ما لا يرضيكي لو عملت الحياة التلاتة دولة أنا أظن ده يكون بالنسبة لك أحسن وإن شاء الله ربنا يزيب عنك كل ضيق وكل أذى وأنا عارف أن الكلام ده مؤذي لكن كمان الاستمرار في الاستجابة ده أشد أذى يا سادة احنا تكلمنا النهاردة عن حديث من أجل حديث رسول الله صلى الله من جوامع كلمة رسول الله صلى الله حديث في الحقيقة بيتكلم عن مربع الوعي الديني إن الواحد يبقى عارف الفرائد ما يفعل فيجعلها أعمدة ديني أعمدة لهويته وكمان يعرف حدود الله فيلتزم هذه القيم والأخلاق الحدود أخلاق وقيم يتمنع الإنسان من أنه يتعدى حدود الله ويبقى عينه دايما على أن فيه حرام ليس هو بالكثير ولكن هذا الحرام لا يخط فيه ولا يقع فيه وفي النهاية فيتجنب هذا الحرام ويمتنع هذا الحرام ثم يشكر نعمة الله أن يستثمر نعمة الله الهدية التي أهداها الله سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين كرامة لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم مساحة المسكوت عنه التي هي مساحة ليس السكوت عنها كان المراد منه الإهمال ولكن المراد من هذا السكوت الوسع الذي يحقق الرحمة في حياتنا فنعيش مجتمعات متراحمة بعيدة عن التشدد بعيدة عن الكمية ونحيا مع الله في أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في معية الرحمة المهدى صلى الله عليه وآله وسلم اجعلنا يا ربنا دائما من أهل الوسع واجعلنا من أهل الرحمة واجعلنا من أهل الصحبة المحمدية في كل وقت وحين يا رب العالمين يا رب العالمين